اشتركوا في القناة 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 بالرؤساء بالحكومات بالسطو بالسلطة ككل اشتركوا في القناة 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 لبرج الحمل طبعا أول شيء لازم نحكي عنه إحنا اللي هو الشمس بما أنه الشمس عطارد موجودة في نفس البيت معناته التأثيرات قوية رح تكون على مسائل إلها علاقة بالعمل إلها علاقة ببعض الأمور اللي بتيجي إما عمل جديد أو فرص عمل جديد أو اهتمام بأعمال معينة في أشخاص رح يهتموا بتطوير علاقة معينة أو إيشي إلها علاقة بمصالح أو مشاريع أو تسويق لعمل معين يعني إجمالا الوضع العملي رح يكون جيد ولكن بدكوا تنتبهوا في آخر الأسبوع من الزاوية اللي هي إلها علاقة بشكل حساس جدا بالشمس فعشان هيك شوي بدكوا تنتبهوا لعملكوا ما تهملوا واجباتكم العيون بتكونوا مفتحة عليكم أما بالنسبة للوضع الصحي إجمالا هذا الأسبوع بيحمل بعض الإيجابيات على المستوى الصحي ما فيه أي شيء بخوف بالعكس يعني الأجواء بتحمل نوع من أنواع الإيجابية وممكن تجدوا علاج معين أو تهتموا ببعض الأشياء الإيجابية على المستوى العلاجي أما بالنسبة للزهرة طبعا الزهرة موجودة في البيت الرابع من المفروض أنها تكون إيجابية ولكن زي ما حكينا بالبداية أنها هي بتشكل زاوية مع المريخ وهاي الزاوية راح تكون يوم أربعة الشهر يعني بمعنى أنه تأثيراتها من بداية الأسبوع فعشانك بتكون تهتموا بمسائل إلها علاقة بالبيت حساسيتكم بتكون عالية جدا صحيح الزهرة بتعطي إيجابية ولكن هنا فيها نوع من أنواعي السلبية فهنا بصير فيه نوع من أنواع المشاعر السلبية أو الحزن أو شيء معين بسبب لك نوع من أنواع الإضطراب أو الاكتئاب أو خلاف حد ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أو مشكلة منزلية ولكن في بعض موليد الحمل ممكن أنهم يحزنوا على شيء إلو علاقة بأحد الأحبة أما بالنسبة للمريخ طبعا المريخ بشكل زاوية حدي زي ما حكينا مع الزهرة فهو ضلع في هذا الموضوع هو بيخلي العصبية أو الحدية تكون موجودة بشكل كبير وهو بيقلب المزاج وبجبلكوا نوع من أنواع التوترات أو بيخليكوا تضعفوا شوي بياتخاذكوا لبعض الإجراءات أو بعض القرارات أو تصدروا قرارات بشكل عنيف فعشان هيك تضبطوا أعصابكم وتحكموا تقلبات النفسية عندكم أما بالنسبة للجدي طبعا هو اللي إلو علاقة بالبيت العاشر لهو بيت السمعة وبرضو بشكل زوايا حادة مع المريخ وإلها فترة ورح تستمر حتى بداية العامل جديد وهذا إلو علاقة ببيت السمعة فعشان هيك أول إشيه هو أن المشتري بلوتو زحل الثلاث بيتراجعوا فهم بشكلوا خطر على السمعة فعشان هيك بالفترة هاي بنقولك لا تجازف لا تغامر لا تدخل بأشياء مشبوهة ما تحاول تشوه سمعتك بأي عمل حتى مخالفة القوانين ما تهم العملك وما تدخل بأي خلاف إلو علاقة إما بالزبائن أو بزملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل بالنسبة لللي ما بيشتغلوا الستات اللي في البيوت بدهم ينتبهوا على سمعتهم من حد بتآمر عليهم أو اتهامات ممكن تتوجه لهم أما بالنسبة لنبتون نبتون في بيتك 12 بيت المتاعب يعني بيعمل نوع من أنواع الوسواس أو الأفكار السودة أو بيخليك تشك في بعض الناس بتحس بنظرية المؤامرة أكثر مؤامرة على العمل مؤامرة على وضعك مؤامرة على علاقاتك وفي كثير من الأشخاص اللي من مرج الحمل ممكن أشخاص توعدهم بأشياء ولكن ما رح يوفو فيها بعيشوكم بوهم أو بعيشوكم بنوع من أنواع الأحلام الوردية أما بالنسبة لأورانوس أورانوس طبعا رح يشكل زاوية إيجابية هي رح تضعف بعض السلبيات اللي موجودة فيه من التراجع وبما إنه في البيت الثاني معناته في أمور إلها علاقة بالمفاجآت على المستوى المالي يعني نوع من أنواع المفاجآة أو أشياء تدخل تحسين بشكل مفاجآة على الوضع المالي عندك أو ممكن عمل إضافي أو يجيك عملي جديد أو صفقة معينة أو اهتمام بوضع مثلا إلو علاقة بمستردات هبات تعويض أشياء من هذا القبيل ممكن تهتم وممكن صفقة تجارية أو صفقة إلها علاقة بالأسهم اللي بيشتغلوا بالأسهم أو بالبورصة يعني فيه إشي مفاجئ ممكن يحدث على المستوى المالي بدك تكونوا يقضين إما إيجابي أو سلبي ولكن الأغلب أن الأسبوع هذا رح يكون فيه نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة للتوقعات الأسبوعية من ساعات مساء اليوم الخميس القمر موجود في الجدي حتى فجر يوم الأحد بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ما بينفعك العناد والتحدي أو أنها تشتد ضغوط عندك هيك فتفقد السيطرة على حالك حاول أنك تبرر عملك وإظهر مهارتك خلال الفترة هاي ممكن تكون الظروف معقدة شوي وصعبة وإنت طباعك برضو أفكارك مشتتة وعصبة نتيجة غضب أو اضطراب من فجر يوم الأحد القمر بصير موجود في الدلو حتى ظهر يوم الثلاثاء بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة الأجواء داعمة وبناسبك العمل ضمن مجموعة وممكن تنجز أعمال على شكل مجموعات أو على شكل تعاون ممكن تخوض مجالات عديدة ومتنوعة أهمش أنك تنظب جدول أعمالك تحسبا لضيق الوقت من ظهر يوم الثلاثاء القمر بصير موجود في الحوت حتى مساء يوم الخميس في هاي الفترة بتشعروا بالتعب لأن القمر موجود في بيت المتاعب يعني حاول قدر الإمكان أنكوا ما تفقدوا سيطرتكم على حالكم منكم ممكن شوي يفقد رغبته في إنجاز المشاغل المشاغل الموكلة لأيكم أهمش أنكوا تضعوا سلم لأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة وضف هدوءك أو هدوء الأجواء لأعادة الحسابات والتخلص من الأمور اللي ممكن إنها ما تفيدك بتتراجع نسبة الحضوض وممكن يتواجه شخص بشكل استبزازي ما تبدأ جديد فترة مخيبة وخاسرة من مساء يوم الخميس القمر بصير موجود في الحمل حتى صباح يوم الأحد إثقتكم بأنفسكم بتصير كبيرة وبعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا في الدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن تسمع جواب كنت بتنتظره أهمش أنك تتحرك وما تنتظر إنها تجيك الفرصة لعندك حاول إنك أنت تذهب إلها بحثا عنها وما تضيع الوقت هاي الفترة بتعني إنه في بداية جديدة بتأهل إنه الأسبوع القادم يكون كله لصالحك وفي إيجابيات علي جدا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء